تختلف القراءات في دلالات زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لمصر ودوافعها هناك من يراها تأكيدا على عمق العلاقة التاريخية بين السعودية ومصر وعلى دعم الرياضي للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفها البلدان منظمة إرهابية فبعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر سارعت السعودية ودول خليجية لتقديم المساعدة المادية والسياسية لمصر دعم للحليف المصري ظل مستمرا عبر تطمينات سعودية تلقاها السيسي أثناء تقديمه العزاء للرياض في وفاة الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز انتقال السلطة في بلد محوري مثل السعودية وإجراءات الملك الجديدة التي وصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها انقلاب على سياسة الملك عبد الله لم تغير نهج الرياض في دعم الاقتصاد المصري وفتح مجال الاستثمار في قطاعات عدة العلاقة بالمصر والسعودية علاقة عبدية علاقة حضارة علاقة دينية والشعبين مرتبطين ببعض والسعودية لا شك هي تعتبر أقوى مستثمر عربي بيؤدي خدمات ومساعدات لمصر في هذا الجانب الاقتصاد في المقابل هناك من يرى أن تلك الزيارة تحمل أبعادا سياسية على ضوء المتغيرات التي تعصفه بالمنطقة فرغم تناغم الجانبين في الملف اليمن والليبي والحرب على الإرهاب بشكل عام يعتقد البعض أن العاهل السعودي يعول من خلال الزيارة على تنسيق مشترك فيما يخص الأزمة السورية في ظل التباين حول ناظرتهما إلى نظام الرئيس بشار الأسد الخلاف بين البلدين بشأن سوريا ليس خلافا جزريا هو خلاف حول الطريقة وليس حول الهدف الجوهري البلدين يقولان أنهم يريدان سوريا موحدة سوريا بكل مؤسساتها لكن هناك ربما خلاف فقط على فكرة ما هو مستقبل الأسد وفي أي مرحلة يمكن أن يخرج أزمات إقليمية أظهرت تنقضات بين السعودية ومصر وتختبر الدولتان على ضوئها مدى قوة التحالف بينهما ويعتقد البعض أن زيارة الملك سلمان ستعطي دفعة للتقارب العسكري بين البلدين وتفعيل التحالف الإسلامي ومدى نجاعته في التصدي للتهديدات الأمنية لا سيما تلك التي تعتبرها بعض الدول نتيجة التدخل الإيراني في شؤون المنطقة ترجمة نانسي قنقر